مساع دبلوماسية تأتي هذه المرة من القارة السمراء لحل الأزمة الليبية بتفوض من الاتحاد الأفريقي وصل إلى طرابلس قادة خمس دول أفريقية في محاولة منهم للتوصل إلى وقف للمعارك الدائرة في البلاد رؤساء موريتانيا وماليوالكونغو وجنوب أفريقيا إضافة إلى وزير خارجية أوغندا هنري أورييمو كيلو يحملون معهم رسالة تتضمن وقفا فوريا للأعمال العدائية وإرسال مساعدة إنسانية إضافة إلى فتح حوار بين النظام والتوار طرابلس وبنغازي هم المحطتان الرئيسيتان اللتان ستجمعان القادة بمعمر القذافي الذي نصب نفسه ملكا لملوك أفريقيا مرة وبالتوار مرة أخرى الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما ونضراؤه يحاولون فتح مرحلة انتقالية عبر المصادقة على إصلاحات سياسية من شأنها أن تقضي على الأزمة الحالية المجلس الوطني الانتقالي وحال سماعه هذه الأنباء قال إنه سيرفض أي فكرة تستثني رحيل القذافي وأسرته من الحكم وطالب بسحب القذافي قواته من المناطق المحررة مع إيقاف فوري لإطلاق النار وقبيل وصول القادة أعلن النظام الليبي الذي يحاول إظهار الوجه الآخر عن إعداد دستور جديد لدعم الديمقراطية لكن لم يتضح ما هو الدور الذي قد يطلع بهم عمر القذافي في هذا النظام الجديد وما هو الموعد المحتمل لتطبيقه شكرا